موسيقى بتبنيها سياسة تفاعلية لدعم جهود مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بمنطقة الساحل تثبت الجزائر مرة أخرى مدى حرصها على جعل المنطقة أكثر أمنا وأمنا فتكثف التعاون الإقليمي مع دول القارة يعكس قوة الدبلوماسية الجزائرية هو لقاء يجسد مرة أخرى قوة الدبلوماسية الجزائرية وقوة الدبلوماسية البرلمانية التي تحاول أن تسير هذه الدبلوماسية التي يقودها سيد الرئيس الجمهورية من خلال هذا الموضوع انتع مساهمة المجتمع المدني والأهالي في مكافحة التطرف والعنف أكيد أن الجزائر عندها باع طويل وهي الآن بصدد تصدير تجربتها في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وبفضل خبرتها الطويلة في مكافحة الإرهاب أصبحت الجزائر مرجعا يقتدى به لعديد الدول التي تكافح لاجتثاث هذه الظاهرة خصوصا بمنطقة الساحل الفريقي المقاربة الأمنية التي تتحدثتها تبنتها الجزائر طيلة فترة مكافحتها للإرهاب رفقتها بخطاب ديني وسطي يخلو من كل أشكال الغلو ليصبح هو الآخر مرجعا يقتدى به قاريا الجزائر عندها الخبرة وعندها الرجال وعندها علماء يوجهون الناس إلى بيان ما هو الإسلام الحقيقي الإسلام السليم الإسلام الذي يدعو إلى السلام وينهى عن التطرف وعن الإرهاب وعن العنف الاجتماع الثاني لنداء الساحل لبنة أخرى تضف للجهود التي تبدلها الجزائر في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف جهود تلقى الإشادة والتقدير من قادة أفارقى وبرلمانيين ورجال دين وممثلين عن الأمم المتحدة